السلام عليكم ازايكوا عاملين ايه؟ يارب بتكونوا بخير ان شاء الله النهاردة عامل معاكم البقلاوة بالمهلبية او بالاشتر الكدابة او بالكريمات الكدابة زي ما تسموها طريقة سهلة جدا والنتيجة ان شاء الله تعجبكو هي طبعا هنا لسه سخنة يعني يفضل لما تقطعيها تستني عليها لما تبرد علشان المهلبية تكون مسكت فيها كده وما تبقاش سايحة وما تسيلش من الجناب وانت بتقطعيها بس هي عموما هنا ما تسيلتش برضو اه ففضل انت تستني عليها تهدى شوية بس انا حبيت اقطعها معاكم علشان تشوفوها تمام اه طريقة سهلة جدا مكونات بسيطة جدا مفيش اسهل منها اه ومعظمها ممكن يكون موجود في البيت يعني انا لفت الجلاش دي كانت عندي في الفريزر وطلعتها فكت برحيتها خالص يعني لو هي عندك الفريزر هتطلعي هتفك على الرخامة كده بتاعت المطبخ يتيبها برحيتها خالص وما تفكيهاش ولا ما تفكي منك خالص علشان ما تتكسرش منك تمام وعندي نص كيلو من اللبن وعندي النشا بتاعي تلات معالق كبار من النشا وعندي الشربات عبارة عن كبايتين من السكر عليهم كباية من المياه ونص عصير لمونة اه وممكن تحطي لها الفانيليا بس بعد ما تبرأ بعد ما تدفع عليها النور يعني علشان ما تمرارش وبتسيبي الشربات بيكون تقيل وبارد بتسيبي برد خالص والجلاش بتاعك يكون خارج سخنة من الفرن وبتسيب الشربات تمام بس هي دي مقديري وكان عندي كريز في التلاجة عادي بقى تقطعين صف كده وتزوئي به. او ممكن تستاني عنه خالص مش ضروري كريز يعني. آآ يلا بيضا نشوف هنعم المبادئ زي ما اتفقنا انا اسبت الجلاش بتاعي لما فكه خالص دي لفة جلاش. في جلاش بتبقى آآ طويلة شوية عن كده. دي تقريبا مربعة. انت هتجيبي القلب بتاعك اللي هتعملي فيه او الصانية او البايركس ايا كان. وهتقطعي الجلاش على على شكل القلب بالزبط. هتقلب القلب بتاعك كده على الجلاش وبسكينة حامية. تقطعي الزوايد دي. علشان يديكي شكل الصانية فيبقى سهل معيكي بدل ما تقودي تتني والطبقي وتكرمشي في الجلاش. ويديكي في الآخر الشكل اللي مش حالو. فانت هتقسمي هترسمي القلب بتاعك على الجلاش كده وتقطعي الزوايد. والزوايد دي انا مش هرميها هحطها في نص الجلاش مش هتبقى باينة. تمام? بين الطبقات كده في النص مش هتبقى باينة. والشربات انا عملته قبل الحلقة واصبته يبرد خالص برة التلاجة عادي لان احنا الجاو برد. تمام? ده مش هنرميه خلاص. وعندي سامنة طبعا. دي السامنة اللي انا عملتها معاكو قبل كده النباتي اللي حاولناها البلدي. هبقى ستبلوكم اللينك بتاعها عندكم في صندوق الوصف. آآ هستعملها في الوصفة دي. هاخد منها شوية وسياحهم على النار. انا عايزها بس تبقى سايحة مش سخنة ولا حاجة. هدي هندهنة بسيطة في كده وعموما البايركس مش بيلزق. بس يعني احتياطي. والسامنة مهمة في الوصفة علشان تخلي الجلاش بتاعك مورقة او بقى لو بتاعتك تبقى مورقة. تمام? بعد ما خلاص دهننا آآ وآآ رسمنا البايركس على الجلاش وشلنا الزوايد. هتبدأ كده تقسيم كمية الجلاش اللي عندك علشان تخدي النص تحطيه من تحت. والنص التاني بعد ما تحطي المهلبية بتاعتك في النص. تمام? لو تلاحظوا الجلاش هنا آآ صغية رشوية عن القلب. فانا هعواده ازاي? هخلي هتشوفوا الراقات دلوقتي هرصها ازاي? علشان تداري الحتة المكشوفة في البايركس دي. شوفوا بقى هجيب طرف دي كده. الاول. يعني هجيب ورقة ورقة. احط الطرف بتاعها او نصها من جوة والنص من برا. وده ليه? علشان لما حط الحشوة بتاعتي المهلبية ما تخرجش من الجناب وتتحرق معايا. ويبقى شكلها مش حال. تمام? يبقى كل ورقة كده هجيبها وارصها. من الجنبين. من ناحيتين دول ومن ناحيتين دول. تمام? بحط نص الورقة من جوة والنص التاني بسيبه مبارا. وده سواء بقى بتعمليه في صانية مربعة او في البايركس ده البيضاوي او صانية مدورة هتعمليه بنفس الفكرة دي بالزبط. بعد ما قسمنا خلاص النص والنص هتحط يسامنا تاني. وهبدأ اخد بقى الرئات اللي عندي اللي انا قصتها في النص دي مش هتبقى باينة معي هرصتها من النص. علشان لو حطتيها من برة هيبقى الشكل مش حلو. انت خلي الورق السليم معيجي هو ده اللي تحطيه من على الوش عشان هو ده اللي هيبقى شكله انهائي وده الشكل اللي انا عاوزي يبقى حلوه من على الوش تمام? طبعا الفرن بتاعك بيبقى سخن وشغال. وانت شغالة كده هتفتحها على الفرن. علشان آآ يبقى سخن ساعة لما تدخل الصينية بتاعتك. وانا بدخلها على درجة حرارة مية وتمانين. وبستنها لما تبدأ تحمر معي وتلون بقوم مهدية عليها النار خالص. علشان تستوي معي من جوة مش تاخد لون بسرعة وتبقى مع الجنى من جوة. يعني قوي ما تبدأ تحس ان ان بدأ يحمر من على الوش كده بسيط ومن الجناب. تقوم يمهدية الفرن بتاعك على الاخر. تمام? شايفين انا بارست الزواد اللي انا قطعتها في الاول في النص. وبدهن عليها سمنة تاني. والوصفة دي مقدرة بسيطة. ومخدتش معي نص ساعة. آآ اعملتها في نص ساعة يمكن اقل كمان. الشربات اهم حاجة يكون جاهزة عندك وبارد من قبلها. هبدأ رص بقى الرقات السليمة. حطيت رقا واحدة بس سليمة وهاركنها على جنب ونعمل بقى المهلبية بتاعتي. ده نص كيلو لبن جاموسي بالاشطاب بتاعته. هحط له تلات معالق كبار من النشا. ويفضل يكون لبن جاموسي علشان يبقى طعمه داسم كده. هدوبه مع البارد. انا مش هحط سكر خالص في المهلبية علشان انا هزق شربات. فعشان ما تبقاش مسكرة قوي. كمان السكر بيخلي المهلبية تصفر معاكي. هفضل اقلبها بقى على النار لغاية ما تبقى بالصوم كده. وهتقلبها باستمرار عشان ما تلكعش معاكي. تمام? هتنزلي بالمهلبية بقى كلها على نصانية بتاعتك اللي انت نجهزها. وتسويها كده بالاسباتيولة بتاعتك. ممكن تبدلي الحشوة دي. ممكن تعملي سوداني وقرفة وسكر آآ وجوز هند. زي ما تحبي. ممكن بسبوسة عندك فايدة وكنافة. هبدأ ألمي بقى الجوانب اللي انا كنت سايبها من بره النص من جوه ونص من بره عشان اطبق عليهم. شايفين بقى القفلة دي بتخلي المهلبية متخرجش من الجناب. وتتحريق معاكي او يبقى شكلها مش حلو. تمام? بعد ما قفلت كده هبدأ قروز تباق الكمية اللي عندي بقى. وزبط كده الشكل علشان يبقى الشكل انها عندي حلو. تمام? انا بطرف الورق بجيب ورقة طرف اليمين وورقة طرفها على الشمال علشان آآ يدريلي الجوانب اللي هي نقصة معايا في الجلاش. تمام? كأنك بتفصل الصناية بالزبط زي ما انت عايزة. خلي المتقطع ده خلي بالك اللي بيبقى مقطع ده خليه في النص علشان ما يبقاش باين على الوشي شكله مش حالو. تمام? كده خلاص الصناية خلصت معايا. هجيب لها بس معلقة سامنة كمان. خطي سامنة بقى كده علشان يبقى مورق معاك ويبقى حلو لونه حلو كده. هدخلوا الفرن على نور عالية بس همسح اي زوايد على البيركس من من الجلاش علشان ما تتحرقش ويبقى شكلها مش حلو. تمام? هدخله بس قبل ما هدخله وقطعه بسكينة حامية الاول. علشان الجلاش من الحاجات اللي لازم تقطعيها الاول. لانه لو نشف معاك في الفرن وجيت تقطعيها هيتقصر منك ومش هيبقى مش هتعرف يتقطعي. هتمسك الجلاش كده بصوابعك بالراحة. وتقطعي. الشكل اللي انت حبا بقى عايزة مربع عايزة سامبوكسات كده. براحة بقى الشكل اللي انت تفضليه. بعد ما هقطعه هدخل الفرن على نور عالية زي ما انتفقنا. مية وتمانين. وفرنه يكون سخت. او ما يبدأ يحمر من الجوانب كده ويخد لون. هقوم هديه عليه النار. وده فرن بتجزل عادي. اللي موظمنا موجودة عنده فرن بتجاز. آآ هنهدي عليه النار لغاية ما ياخد اللون ده بحلو كده. وده الشربات برد معايا اهو. شايفين سمك وعمل ازاي? دول كبايتين من السكر عليهم كباية من المية. ولما يبدأوا هدوبهم الاول قبل ما ارفعهم على النار. وبعدين ارفعهم على النار. ولما يبدأوا في الغليان آآ هدي عليهم النار شوية على نار متوسطة. لايت ما انت هتحس ان اللونه كده اغمق شوية معاكي. وده كريزة عندي هقطعه كده انصاص بسكينة. تمام? تقدر تستاني عن الكريز زي مش ضروري يعني دي خطوة آآ يعني اضافية من عندي. هسقي بقى هو طلع من الفرن خلاص خدلون ده بجميل. اسقي بقى بالشربات يكون بارد زي ما اتفقنا. ومش هسقي الشربات كله. انا هسقي على قد ما تشرب معايا بس. علشان ما تبقاش مسكرة قوي. وهبدأ زينها بقى بالكريز اللي عندي. تقدر تستاني عن الكريز زي ما قلتلك. مش اساسي. اتمنى ان شاء الله تكوني الوصفة عجبكو. وتجربوها باذن الله. هستنى منكو اي تعليقات او استفسرات. حابة فكركم. متنسوش ان شاء الله لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكو ان شاء الله كل جديد. وهبريكو شكلها دلوقتي لما نقطعها. ويفضل تستاني عنها لما تبرد خالص. علشان المهلبية ما تسايلش منك كنت بتقطعيها. تمام? شايفيني المهلبية ما خرجتش من الجنابس ازاي? علشان احنا قفلنا عليها زي ما اتفقنا. الوصفة دي بتبقى حلوة اوي في رمضان. وعموم الحلويات في رمضان بتبقى مستحبة يعني. ان شاء الله تجربوها وتعجبكو. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكو شايماء امين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.